اشتركوا في القناة ملاحظة فيما يرتبط ببحث الامس نحن قلنا الناس على صنفين صنف طالب للحقيقة وهو صادق لا يعرف الحقيقة وطلبه للحقيقة صادق فيه وصنف يعرف الحقيقة ولكنه لا يرتب عليها اثرا التاريخ ذكر جملة من اولئك الذين عرفوا الحقيقة وعلموا الحق ومع ذلك لم يتبعوه ثلاثة وعشرين الجزء الثاني صفحة ثلاثة وعشرين ترجمة ابن ابو الصلت المتوفى خمسة من الهجرة يقول شاعر جاهلي حكيم من اهل الطائف قدم دمشق قبل الاسلام وكان مطلعا على الكتب القديمة يلبس المسوح تعبدا وهو ممن حرموا على انفسهم الخمر ونبذوا عبادة الاوثان ورحل الى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في اثنائها الاسلام وعاد الى الطائف فسئل عن خبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فقيل له يزعم انه نبي فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن وانصرف عنه فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه فقال اشهد انه على الحق صادق فيما يقول قالوا فهل تتبعه فقال حتى انظر في امره انتظر اذا يوجد علم ولا يوجد ماذا تصديق مو عمل تصديق العمل تابع لت قال وخرج الى الشام وهاجر رسول الله الى المدينة وحدثت وقعة بدر وعاد امية من الشام يريد الاسلام فعلم بمقتل اهل بادر وفيهم ابن خال له فامتنى فاذا انغلبه هوى العصبية على ماذا على الايمان واقام في الطائف الى ان ما بحثنا كان قلنا ان من اهم ما يميز الانسان بما هو انسان عن غيره من الموجودات هو انه طالب للحقيقة ومعرفتها والوقوف عليها لتنظيم حياته وسلوكه على اساسها وبعد ذلك التفدوا جيدا وبعد ذلك لا يهم مثل هذا الانسان الدقيق العارف بالمباني لا يهم اولا انه اصاب الواقع بحسب الواقع او ماذا ام لم يصب وان كان دائما هو يعتقد انه ماذا مصيب للواقع ولكنه اعتقاده انه مصيب للواقع لا يلازم ماذا في الواقع اصابته للواقع قد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا هذا اولا اعزائي وثانيا لا يهم مثل هذا الانسان اذا كان مبدئيا لا مصلحيا مرة تحكمه المبادئ وينظم فكره وسلوكه وعمله على المبادئ ومر يرتب او يرتب اموره على المصالح وكلاهما ايضا ديني اعزائي مو انه والله المبادئ دينية والمصالح ماذا لا المنهج يختلف مرة انت تكون مبانيك مبدئية كما فعل الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام في حروبه مع الذين حاربوه وخرجوا عليه كان بامكانه ان يطبق نظرية ماذا اعزائي نظرية المصالح يعني ماذا يعني يصبر عليهم لشهر شهرين ستة سنة سنتين واقترح عليه جملة من السياسيين في ذلك الامام قال اعطيهم مدش قدم مولانا ستة اشهر حتى يستقيم اركان ملكك وسلطانك عند ذلك ماذا قال ولا ساعة بلي نعم سنتم بلي ولا ساعة واحدة مولانا وكان وكان فيها انتهاء سلطانه سلام الله عليه ولكن لماذا مولانا لماذا لماذا ولا تقولون بان نوعد احنا شناش كنا ماذا نفعل لا كنا نفعل كما فعلنا للامام الحسن كنا نفعل اه من اعزائي شنو الامام الحسن عندما وقع المعاهدة مع معاوية مولانا كتبنا الف كتاب في توجيه صلح الحسن او لم نكتب مولانا كنا نكتب الفين كتاب في توجيه ماذا ما بيها مشكلة هذه مو زحمها له هذه قضية قلنا مرارا الادلجة زحم له مو زحمه مولانا مو مشكلة هذه ولذا ولكنه مبناه كان على المبادئ لا على المصالح الامر الثاني اذا كان الانسان مبدئيا بعد لا يهمه بعد ذلك ان يرضى الناس عنه او ماذا او يسخطونهم لا يهمه ولهذا يبوح بماذا بفكره تقول مولانا لابد ان تدفع الثمن يقول ادفع الثمن ما في مشكلة والاخر ماذا يفعل ينتهي الى نظرية المصالح يقول لا انسوجن تقية مصلحتية مولانا فيسكت ولا يبوح بارائه جيد والعاقل تكفيه الاشارة من هنا تجد ان جملة من اولئك الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة وانتهوا الى عدم الايمان بالله صاروا صنفهم صنف صرح بعدم ماذا بعدم ايمانه بالله وبعض اخر يسكت يسوي تقية مولانا فيبوح ولا يبوح نعم يكتبوا كتاباته ومؤلفاته يقول انشروها ماذا بعد حياتي مولانا من هؤلاء الذين لم يؤمنوا اعزائي انا اريد اضرب لك مماذج حتى تعرف بانه القضية موها بها البساطة من هؤلاء الذين لم يؤمنوا ولكن مو لم يؤمنوا بالله لانه بعد ذلك سيتبين ان جملة ممن اسند اليهم الالحاد هؤلاء لم يكونوا ملاحدة بمعنى انكار وجود الله هؤلاء كانوا ملاحدة بمعنى انكار النبوة يعني كانوا ينكرون الاصل الثاني مو الاصل الاول يعني مسألة الوحي والنبوة ونحو ذلك ما كان يعتقدون بالدين مو بدين الاسلام بالدين ما كان يعتقدون اصل الدين لا يوافقون عليه مو انهم لا يعتقدون من له لا يعتقدون من اولئك اعزائي اضرب لكم نموذجا وهو معروف الرصافي الشاعر العراقي المعروف مولان كتاب الشخصية المحمدية اللي انصح الاعزاء اللي ما عنده اساس علمي وايماني قوي لي طالع جنو ها يعني هذا من اوضح مصاديق كتب الضلال في كتب جنو ها في كتب طبعا تتعلمون بانه اللي يريد يردع اليهين ليجب عليه وجوب كفائي ان شنو ان يقرأ هذا النهو اما اللي لا لا يستطيع هذا الرجل اعزائي هسب ما اقول افكار شنو فقط اريد اذكر المقدمة انه ابين لكم انه كيف كان طالبا للحقيقة في صفحة 15 مهمة عباراته واي مهمة يقول فانا اليهم ابرأ الى الحقيقة من التاريخ الى شنو حقيقة حتى تشوفون اريد اقول بانه اساسا انت هسا قد تشكك تشكك انا واحد لا اشكك انا باحث عن ماذا باحث عن الحقيقة ولكن الحقيقة وصلته الى هنا الى هنا اعزائي هسا انت تتفق معه او ماذا هذا يحترم يحترم هذا حتى لو اختلفت معه واختلف معك لابد ان تحترم لانه صادق في بحثه عن الحقيقة لانه هذه خصوصية الانسان واما ما قيمة البغاوات والمقلدين هذه قيمة الانسان له قيمة الحيوانات مولانا البهائم مولانا حتى لو كان على رأسه ما كان مولانا شو قيمته قيمة الانسان بطلبه للحقيقة يحترم هذا الانسان قال يقول فانا اليهم ابرأ الى الحقيقة وانا اليوم اكتب ما اكتب للحقيقة وحدها لا شريك لها عندي هذه العبارة الى من تستعمل مولانا تستعمل للتوحيد ولكن هو يستعملها ماذا للحقيقة ولئن ارضيت الحقيقة بما اكتبه لها لقد اسخطت الناس عليه انا ادري بانه عندما اكتب الحقيقة يرضون عني او يسخطون يسخطون ولكن لا يضرني سخطهم اذا انا ارضيتها كما لا ينفعهم رضاها اذا كانت على ابصارهم غشاوة من سخطهم علي الى ان يقول فان قلت ايها القارئ شوفش قد المباني بيدك فان قلت ايها القارئ من يضمن لك انك ترضي الحقيقة وانت تبحث عن الحقيقة واتصل اليها فمن يقول بانك اصبت ماذا اصبت الحقيقة لعنك ماذا الان تصب الحقيقة ملتفت اذا من نظرية المعرفة ماذا بيده ها ها مو انسان عادي مولان فان قلت ايها القارئ الكريم من يضمن لك انك ترضي الحقيقة وهل رضاها عنك فيما تكتبه هنا الا دعوة مجرد لا تقوم الا فيما تزعمه انك انت تقول انا وصلت الى الحقيقة ولعلك ماذا وصلت الى الوهم والضلال وصلت الى السراب قلت كفى ايه تفتوا هذا الانسان الحر قلت كفى بحرية الفكر ضامنا لي رضاها يكفي اني انا بحثت ماذا ها بحثت عنها لأصل اليها ولكنه اخطأ الطريق بي لم اصل اليها هذا يعذرني امام الحقيقة او لا يعذرني يقول خير معذر وخير معذر لي اني ماذا طالب لها وما علي في نجاح هذه الدعوة مني وصدقها صدق الدعوة الا ان افتكر حرا واكتب حرا فان اصبت ما اردته لها فقد ارضيتها وان اخطأت فليما يعذرني عندها من انني لا اقصد الا رضاها ولا انحاز الا الى جانبها ولا اتحرى الا الوصول اليها واذ كنت لا اتبعها والنفس فيما اكتبه عنها فما انا بمسؤول اما لا طاقة لي بها منها يعني مطابقا للواقع داخل في طاقتي لو خارج عن طاقتي خارج اذا انا مسؤول او لست بمسؤول لست بمسؤول واني لا اعلم انهم سيغضبون ويصخبون ويسبون ويشتمون فان كنت في قيد الحياة فكذا وكذا وان كنت ميتا فكذا وكذا فان سب الميت لا يؤذي الحي ولا يضر الميت كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هذه مني بين قوسين كما قال محمد بن عبد الله عظيم عظماء البشر اذا شنو اعتقادهم لا ثانية له هو يعتقد لم يأتي الزمان بمثله ولا يأتي الزمان ماذا بمثله يقول ان تلك الشخصية العظمى اعظم رجل عرفه التأريخ ان تلك الشخصية العظمى التي يمثلها شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في بني آدم قد اجتمع فيه من عناصر الكمال البشر ما لم يعرفه التأريخ اجتماعه في أحد قبله عزم لا يرده راد وتفكير عميق الغور وخيال واسع قوي يكاد يقاوم الحقيقة بقوته وطموح الى العلا لا يعلو عليه طموح ويقول وقد حقق أجعوا أعزائي كتاب الثابت والمتحول لأدينوس أعزائي أولا أنا خلي أقولكم هذا أدينوس منه هو أعزائي أدينوس مولانا عند كتاب أهم كتبه على الإطلاق تقريبا هو هذا الكتاب وهو كتاب الثابت والمتحول في أربع مجلدات أعزائي وهي رسالة الدكتورة مالتا أعزائي هسا هذه مشكلة معروفة الصفر مشكلة أدينوس ما هي مشكلة أدينوس مولانا في ركنين أساسيين أنا أخلي هذني مع المعلومات هي فتاوى حتى الإخوة اللي يردوني يطالعون يراجعون مولانا أدينوس أولا يعتقد بضرورة هدم الموروث الروائي لا نقد الموروث الروائي وبالأمسح مميزنا بين الهدم وبين النقد النقد يريد أن يستخلص الجيد من الردي الهدم يريد أن يمحو الصورة كاملة يقول لأنه هذه ما مرتبطة بنا هذا أصلا وهذا موجود على كثير من الذين قالوا بضرورة الاستغناء عن الفكر والتراث الديني والإسلامي والعربي والذهاب إلى الفكر ماذا؟ إلى الفكر الغربي المسمون بالإصطلاح الحداثي بالعدميين يعني إعدام ماذا؟ إعدام ذلك التراث ولكن الخطورة في هذه الرسالة التفتولي جيدة قلت لك هذا مشترك موجود عند الآخرين الخطورة في هذه الرسالة مالتا أنه يقول إذا نريد أن نهدم المنظومة المعرفية الإسلامية والعربية لا بد أن نهدمها من داخل المنظومة بأدوات داخلية لا بأدوات خارجية وهو أسس منظومة منهجية من داخل المنظومة الدينية لهدم ماذا؟ لهدم المنظومة يعني المعارضة خارجية له داخلية مولان وهذه الخطورة ولذا حاشي مولان أنا معتقد أن الحوزات العلمية الشيعية لا يمكن نقدها إلا من أين مولان؟ من داخلها وبأي أدواتنا عزيزي؟ شنو؟ بنفس أدواتها وهذا ما أريد القيام به قال الأمر الرابع تحرير موضوع الحواء لا لا هدم قلت نقدم أنا عبا 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 شوفوا أنا دقيق جدا زيزي لم تعرف أنه كيف أختار الفاظ مولان أنا أنقد المؤسسة الدينية بكل ما أوتيت من قوة وبأي أدوات عزيزي؟ ها؟ من داخلها هذا أنا أعتقد أن المؤسسة الدينية لا تصلح إلا بمعارضة ماذا؟ داخلية وإلا من الخارج محاولات من 200-300 سنة نجحت أو لم تنجح ما استطاعت أن تنتج لماذا؟ مباشرة ما دارس ما قاري ما يعرف إلى آخرهم ولا يطلعوا من القانة مع أنه لعلهم دارسين أكثر من ماذا؟ من داخل الحوزة الأمر الرابع تحرير محل موضوع الحوار أو رجعا أو الأمر الرابع تحرير موضوع الحوار من هو الملحد وما هو الإلحاد أعزائي الآن أنا لا أريد أن أدخل في تاريخ المسألة وإلا التاريخ طويل في هذه ولكن لابد أن تعرفوا أن الإلحاد الظاهرة لازمت الفكر البشري على حد لزوم الإيمان للفكر ماذا؟ البشر نعم قد تتسع الدائرة وقد ماذا؟ تضيق قد تظهر إلى العلن وقد ماذا؟ تبقى في طي الكتمان لما أشرنا إليه أنه يتقي أو لا يتقي وإلا لا تجد عصرا مما كتب تاريخيا لا توجد هناك لا يوجد هناك إلحاد بأي معنى سأخذنا الإلحاد سيأتي بحثه لا يتبادر إلى الذهن الآن هاي الظاهرة من مخلفات الفكر الغربي ما أدري منك آثار أبدا أبدا أعدا أعزائي في كتاب أعزائي ملحدون محدثون ومعاصرون للدكتور رمسيس عوض أعزائي في المقدمة صفحة سبعة يقول الإلحاد ظاهرة إنسانية شأنه في ذلك شأن الإيمان أي ملازم ماذا ملازم قلت لكم قد تقول سيدنا نسبتها ضئيلة واحد من الألف أنا ماذا أتكلم الآن في الكمية والعدد أنا دا أتكلم في ماذا إن شاء الله في الوقت المناسب أأتي لكم بالإحصائيات إلى سنة 1980 أنا عندي الإحصائيات ما بعد 1980 اللي يقولونه اشتدت الظاهرة في الغرب وفي الدول العربية وخصوصا الدول اللي صارت مثل عراق ملانا لك بحث آخر أنا دا أتكلم عن إحصائية إلى 1900 وإن شاء الله أقرأها للأعزاء وإذن قديمة مو جديدة ملانا قال قال ولم ومن ثم يجب دراسته أي للحاد بموضوعية بعيدا عن الانفعال والتشنج هسا إن شاء الله أبين لأنه أساسا بحسب التاريخ ما زادها التشنج إلا ماذا إلا قوة وشدة أعزائي إذا كنا نريد أن نفهم العالم الذي نعيش فيه فإغماض العين عن هذه الظاهرة لا يعني عدم وجودها في الخارج أعزائي هذا كلام ملحدون وكذلك أعزائي أنا النسخة بعد ما جابوا ليها كلام بدوي عبد الرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام هذه عبارته في المقدمة ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر في تطور الحياة الروحية وهي أيضا ظاهرة أساسا هذا يرتقي مو يقول كذا يقول أساسا ظاهرة ضرورية في الحال الروحية في الإنسان يقول لا توجد مدنية إلا ويلازمها والضروري فيها ماذا؟ الإلحاد وهي أيضا ظاهرة ضرورية النشأة في كل حضارة حينما تكون في دور المدنية وإنما تختلف تجلياتها هل هذه التجليات كيف تظهر؟ إن شاء الله بحثه في الأبحاث القادمة سيأتي إن شاء الله جي سؤال سؤال مع الأسف الوقت أنت أنا ما أدري ليش سرع عليه خلاص الوقت قال سؤال هل أن مفهوم الإلحاد واضح جلي أم غائم خفي أي منهم؟ الدكتور رمسيس عوض مولانا في كتابه الإلحاد في الغرب يقول هناك أعزائي في صفحة 15 من المقدمة يقول من العسير للغاية أن يحدد الباحثون تأريخا للإلحاد لعدة أسباب أصلاً تاريخ الإلحاد متى بدأ عنده في البشرية؟ يقول لا يمكن تحديده لماذا لا يمكن تحديده؟ يقول لأنه أكو اختلاف في مفهوم الإلحاد ما هو الإلحاد؟ حتى نقول بدأ ماذا؟ من هنا لماذا؟ يقول لعدة أسباب منها أن معنى الإلحاد لا يتسم بالوضوح الكافي لا نعلم ماذا يراد من الإلحاد يعني عندما نقرأ هذه الأحاد في الغرب اللي يبدأ من العصر اليوناني إلى زماننا إلى القرن التاسع عشر ثم هذا الجزء الثاني لهذا وهو هذا القرن التاسع عشر والآن القرن العشرين وواحد وعشرين مولاناً في هذا مولاناً اللي يعد حدوداً ثلاثة وأربعين من الملحدين المحدثين والمعاصرين أعزائي هنا يقول بأنه أساساً مفهوم الإلحاد واضح لو مواضح؟ مواضح ولهذا يقول هذا الكتاب الشائق هو كذا وكذا يقول والإلحاد كلمة غامضة ليس لها مدلول محدد واضح صاح إذن السؤال الثاني وهو أن الإلحاد واضح لو مواضح ولهذا أنا بالأمس قلت أن حديثي مو لا هذا العوام الناس اللي يستمعون إلى محاضراتي أو لا مقصودي من عوام الله يعلم مو بقصدي هذا من التعبير لا أوافق عليه الله يعلم هذا تعبير العوام هذا من باب الاسترسال اللي بالحوزة متعلمين عوامه إحنا شنو؟ إحنا علماء لا عمهم إحنا علماء في شيء هم عوام في شيء هم علماء في شيء إحنا مشنو؟ عوام في شيء قيل للإمام الصادق يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهل؟ قال نعم عالم بما يعلم وجاهل بما جاهل يعني عالم عوام لأنه شنو المشكلة؟ بس إحنا سونا منفصلة حقيقية إحنا بكل شي شنو ها علماء هم بكل شي شنو جهال عوام مع نمو هذا المنطق باطل ولذا أنا أعبر بيني وبين الله مقصودي عموم الناس ممقصودي ذلك المعنى الذي لا أوافق عليه من هنا أعزائي أنا أريد أن أأتي بتقسيمات الإلحاد وأنه هذا ولما هو مقصوده أدت تقسيمات موجودة خمسة إلى ست تقسيمات أكل الإلحاد رحمة الله على سيد الصدر من كتب كتاب اقتصادنا وفلسفتنا الماركسية والشيوعين كان يقولونهم بأنه روحوا اقرأوا كتاب اقتصادنا وفلسفتنا اقرأوا من يقرر النظرية أما الرد مالها شنو لا تقرأوا لأنه أفضل من لأنه كتاب كارل مالكس مولان فيه رأسي المال جدا كتاب معقد قراءته السيد الشهيد هو يرتب لك الفكرة هسا إحنا هماتينا اللي يريد يفتهم الإلحاد خلي يجينو ها بس بشرط أنه يسمع مجينو ها يسمع يعني يستمر وياه مو فقط يقول بيني وبين الله الحقوية شو مجي يقول السيد خمسة التقسيم الأول بس هذا التقسيم الأول أذكره وأنتقل التقسيم الأول أن الإلحاد ينقسم إلى إلحاد نظري وإلى إلحاد عملي يقول التفتوا جيدا يقول وتعريف الإلحاد فالإلحاد على شكلين عملي ونظري فالإلحاد العملي هو موقف كل من يريد أن يتصرف في هذه الحياة وكأن الله غير موجود مو شنو مو أن الله شنو يعني هذا مو منكر ولكن ماذا يأتي بالاعتبار ولا يأتي بالاعتبار موجود مو موجود ماذا لا يهمه هو المهم ماذا ليفجر أمامه يريد أن يعيش حياته خلص قال وكأن الله غير أما الإلحاد النظري فهو مذهب كل من يسلب عن الله صفة الوجود أو لا يقر له لأنه في البعد النظري رأك اختلاف أنه أساسا من هو الملحد النظري الذي لا يقر بوجود الله الذي ينكر ماذا ينكر وجود الله ياهو لا يقر غير ماذا ينكره بحثه وغالبا ما يوصف الإلحاد العملي الخالص يوصف بأي شيء عزيزي يوصف بالابتدال بالفسوق بالمجون بي 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 اللي انتوا عندكم شعراء وماذا ها شعراء المجون بعد شعراء المجون في التاريخ العربي في الصدر في القرن الثالث والرابع موجودين الإخوة اللي يردون يراجعوهما ذول الشعراء المجون مولانا يراجعوه في كتاب هذا مفيد كتابه هو جيد إذا عدتكم وقت المطالعة وهو الزندق في دار الإسلام في القرن الثاني للهجرة حتى تعرفون بيني وبين الله وأنتم تعرفون القرن الثاني للهجرة كان من أشد القرون قوة فكرية ومباني ونظريات ومعتزلة وأشاعر وإمامي كلهم موجودين أذول الأمام موجودين كلهم موجودين ولكن ظاهرة الزندق مجنوها عزيزي ها ها هذه ملازمة لا تنفك مولانا ظاهرة الخلاعة والشعراء المجون مولانا ولذا إحنا عادة نريد أن سقط الطرف الآخر الملحد مباشرة وين نودي مولانا ها نتهمهم بالمجون مع أن هذا خلاف الإنصاف وخلاف الحقيقة لأن كثيرا من الملحدين لم أقل كثير بعضهم بعض الملحدين من الناحية الأخلاقية الإنسانية ملتزم حتى أكثر إيمانا ممن التزاما ممن من المؤمنين لماذا لأنه يحترم إنسانيتهم ولا هذا الذي عبرنا عنه بالأخلاق الإنسانية والقيم ماذا ها والقيم الإنسانية يقول وغالبا ما يوصف لإلحاد العمل الخالص كذلك شأن الإلحاد النظري إذا مقترن بسلوك عملي وهنا تكون أقرب إلى المجون أو الزندقة اللي عبر عن الزندقة ولكن هذا لا يعني أن كل إلحاد هو بالضرورة موقف أو مذهب لا أخلاقي لتخلطون مولانا لتخلطون إذا كان ملحد على مستوى العمل تقول إذن الملاحدة لا أخلاق لهم أهل المجون أهل الفيس أهل الفيس لا 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 قد يكون صادقا مع نفسه صادقا مع مجتمعيه صادقا مع أسرته وملتزم بالقيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية إذن إما أقول لك في الدين وإما نظير لك في الخلق هذولا نظير لنا في الخلق قال فكثر هم فلاسفة الإلحاد الذين تطلعوا إلى الاستعاضة عن الأخلاق الدينية بأخلاق مدنية أو علمانية أو الأخلاق من أعبر عنها ماذا؟ بالأخلاق الإنسانية أي بمذاهب تبغي بناء سلالم جديد للقيم وليس التحلل من كل قيمة والواقع أن اللا أخلاقية ليست صفة الإلحاد المباطنة الملازمة التي تستبطن ماذا؟ ها تستبطن الإلحاد ليست صفة الإلحاد المباطنة له بقدر ما هي تهمته المقترنة أو الملصقة ماذا؟ لإسقاطه ماذا؟ مثل ما الآن عندك بمجرد تختلف يختلف معك تقول بابا صاهر السني صاهر وهابي خلصت القضية خلص أفضل طريق ما أخذ ما أخذ في الوسم ولا خلص هذا أفضل طريق لي إخراجه من الحلبة العلمية تتمت الأبحاث تأتي والحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة